السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة باول كيوم بتقدمة الفيديو اي بي كيو 13. النهاردة هنتعلم اتنين من دوال لغة ام اللي هما list.split والlist.zip. طبعا كل شوية بنلاقي فوائد واستخدامات لدوال الليست. بتساعدك انك تلاقي حلول لمشاك كتير قوي. النهاردة معنا مثال. الصراحة المثال ده جالي من احد المتابعين. بعت لي الكلوم اللي انت شايفو ده الهيدر بتاعه والازرق. الكلوم ده في بيانات لبعض الاشخاص. الاسم والايد والجنسية. والمطلوب ان هنحول الجدول ده او العمود ده الى جدول عبارة عن ثلاث اعمدة. عمود للاسم وعمود للايد وعمود للجنسية. تعالا مع بعض نروح على الاسل ونشوف المثال وازاي هنتعامل معه باستخدام اللست.split واللست.zip. عندنا عمود في بعض البيانات. لو ركزت مع البيانات دي هتلاقي ان كل تلاتة لينز بيمثلوا معلومة معينة. فلو بصينا على اول تلات بعلومات او اول تلات بيانات موجودين هنا هنلاقي اسم اللي هو احمد ورقم الاي دي اللي هو الف وخمسة. والجنسية اللي هي مصر. التلاتة اللي وراهم هتلاقي معلومات تخص شخص اخر سالم رقم الف وتمانية ومن السعودية. وبعد كده راشد الف وعشرة ومن الامارات. طب ايه المطلوب? المطلوب اني اعمل حاجة تكون مثلا بالشكل اللي قدام حضرتك ده. عايز اخد كل الاسامي واعمل كورم اسامي النيم. وبعد كده اخد كل الاي دي واحطوهم تحت بعض واعمل كورم اسمه اي دي. وبعد كده اعمل كورم كمان اسمه الناشناليتي. طبعا لازم اراعي ان احمد الف وخمسة مصر سالم الف وتمانية السعودية راشد الف وعشرة الامارات وهكزا. وطبعا منش حتى اقولك اننا لو زودت معلومات اضافية عن اي عدد من الاشخاص. هتجيلي مترتبة بشكل مزبوط داخل الجدول الجديد. وكل ده باستخدام الباور كويري. يلا بينا بسرعة نشوف هنعمل كده ازاي. محتاج احول الديتا دي الى تابل. كنترول تي. ماي تابل هاز هيدر اوكي. اعمل لي على طول تابل بشكل سريع. تعاني ادي له اسم وليكن مثلا ثري كولوم. ليه عشان هنحوله بعد كده الى ثلاثة كولومز. هدوس انتر. هاختار اي سال. رايت كليك. جيت ديتا فروم تابل رينج. هيفتح لي الـ power query editor. على اليمين اسم الكويري يجي من اسم الـ الـ table عندي خطوتين الـ source. وبعد كده change type. خليني اتخلص من خطوة الـ change type. مش محتاجها في الوقت الحالي. الـ red cross. واعمل delete. عندي زي محرك شايف كده بالظبط. جدول. مافيهوش غير كولوم واحد. لكن عشان اقدر استخدم الـ list functions. فالمحتاج احول العمود ده الى list. وعشان نعمل كده الموضوع بسيط جدا. ها افجار formula bar. افتح square bracket واكتب اسم العمود اللي هو data. اعمل check mark. اتحولت معي على طول الى list. علشان نقدر نشتغل بقى ونقسم الـ list دي. هنستخدم الـ function اللي اسمها list.split. وده كان عنوان الفيديو بتاعي النهاردة. بتعمل ايه list.split. بتقسم لي الـ list دي الى مجموعة من الـ list. في الحالة بتاعتي انا محتاج كل ثلاثة ايتمز زي اللي موجودين هنا دول. وبعد كده اللي موجودين هنا كل ثلاثة ايتمز من دول يتحطوا في list مستقلة. وده بالزبط اللي هتعمل هلنا list.split. عشان نعمل كده هنعمل خطوة جديدة. فهنروح نختار الـ fx. وهتلاقي عطول بـ reference الخطوة السابقة اللي هي source. وهتبدأ نكتب list.split. اول طلب عايز مني list as list. طبعا الليستة موجودة في خطوة السورس مفيش مشكلة وبعد كده كاما. وهيطلب مني الـ page size. عايز طول كل لستة فرعية او كل لستة صغيرة يكون قد ايه. احنا قلنا محتاجين ثلاثة فممكن نكتب ثلاثة بأداية. الكلام ده معنى ايه? معنى حاجاتك روح على الليستة اللي موجودة قدامك دي. واخد اول ثلاثة lines اعمل انهم لستة. التلاتة اللي وراهم لستة تانية. التلاتة اللي وراهم لستة كمان وهكذا مهما كان طول الليستة بتاعتنا. تعال نعمل check mark ونشوف ايه اللي هيحصل. فعلا بقى عندي ثلاثة لستة. تعال نبص على اول واحدة فيهم. اول واحدة فيها بيانات احمد. التانية فيها بيانات سالم. والتالتة فيها بيانات راشد. تعال ندي اسم كده للخطوة دي. right click rename. ونقول لها مثلا اسمك split. وبعدها نفكر الخطوة الجاية. الخطوة الجاية ان انا اخد ثلاثة دول. وكون منهم جدول. طبعا ممكن كل الليستة على حدة تبقى عمود. تعال نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. عشان اعمل كده هستخدم function تانية. والفنكشن التانية دي اسمها table dot from columns. كاني بقول انا عندي ثلاثة columns. وكل column من دول لو سمحت اعملهولي عمود مستقل. طب عشان اعمل كده برضو خطوة جديدة بريفرنس الخطوة السابقة دخلها الى split. بتاع نكتب اسم الفنكشن. table dot from column او from columns. هفتح قوس. وبعد كده هقفل القوس في الاخر. وادوس على enter. هيعمل لي ايه فعلا. عمل لي ثلاثة column. لكن مش بالزبط زي ما انا عايز. لو تاخد بالك هنا جاب لي الاسم. يعني جاب لي احمد. تحتي ال id بتاعه. وتحتي ال nationality. مش ده بالزبط اللي انا عايزه. انا عايز احمد. وبعد كده هنا يكون ال id وهنا يكون nationality. والسطر التاني يبقى فيه سالم. والسطر التالي يبقى فيه راشد. طبعا هتقول لي ممكن اعمل transpose. وده كلام سليم وصح مية في المية. حتى ممكن نجرب هنا. لو قفت قبل جور formula bar قبل table from columns وعملت transpose. او table transpose ده اسم الفنكشن. وفتحت قوس وقفلته في الاخر. وبعد كده عملت ال check mark هتلاقي ان فعلا الجدول اتحرك وبقى احمد تحتيه سالم تحتيه راشد وبعد كده column 2 موجود في ال id كلها وcolumn 3 موجود في ال nationality او الجنسيات المختلفة للتلات اشخاص اللي موجودين عندي. طبعا ده تمام وصح مية في المية لكن فيه طريقة احسن من كده. خليني اعمل delete للخطوة الاخيرة. وحرجع الخطوة اللي قبلها اللي اسمها split. واللي استخدمنا فيها list.split. وقبل list.split هستخدم فونكشن تانية اسمها list.zip. وتعال نجربها ونشوف هتعمل ايه. list.zip. هفتح قوس. عايز مني لستة او مجموعة من اللست. وده بالظبط اللي احديه له. وبعد كده هقفل قوس في الاخر. وادوس على enter. انا او في لستة واحدة. وبعد كده الادوس كلها في لستة واحدة. وبعد كده النشناليتي موجودة او الجنسيات موجودة في لستة واحدة. فعملت alis.zip. راح تخيلت اول ايتم من كل لستة. وعمل بهم لستة جديدة. وبعدين تاني ايتم من كل لستة. عملت لستة جديدة. وهكذا. يبقى احنا كده جاهزين ان احنا نستخدم الخطوة التالتة. هعمل تاني fx. والمرة دي هستخدم للمرة التانية table.fromcolumns. وبعد كده هفتح القوس. ومنكشن نقفله في الاخر. وادوس على enter. وهتلاقي الجدول بتاعك جي بالشكل الصحيح. راية click هنا وتعاين دي اسم وليكن مثلا table. وتعاين نفكر في اخر خطوة ان انا محتاج ادي اسامي للكولومز دول. طبعا ممكن اعدي على واحد واحد. double click ودي اسم. واخش على بعده double click ودي اسم. ده وارد جدا. لكن في نفس الفنكشن بتاع table.fromcolumns. لو قفت بعد اللستة اللي انا منديها له. وبجموعة اللستة اللي انا منديها له. وعملت كاما. هتلاقي ان انا فيه برامتر تاني ممكن ادي له لستة باسامي الكولومز. احطها ازاي اللستة دي. جوة كله براكت. ومتعا ندي اول اسم. طبعا الاسم ده هيكون في صورة تكست. يبقى لازم احط double quotation. يبقى انا هقول name. وبعد كده اعمل كاما. وبعد كده اقول والله محتاج ال id. وبعد كده اعمل كاما. وبعد كده هقول له انا عايز ال nationality. ال check mark. ادي الجدول بتاعك تمام مية في المية. حركة دلوقتي جاهز. close and load. close and load 2. هاختار table. وتعا نحطها مثلا في الكولوم F. وندوس على اوكي. فادي حضرتك اللي انت كدت ما عايز تعمله بالزبط. ظهر معاك بشكل ممتاز. ادي الاسامي. كلها بقت في كولوم واحد. وال ids في الكولوم واحد. والنشنالي في الكولوم واحد. طب هل لو زودنا معلومات جديدة. الدنيا هتفضل تمام. تعال نجرب. انا اعمل هنا اسم شخصين تانين. نادية ويهبة. ctrl c. نقطة تحت هنا. و ctrl v طبعا ال table هيكبر. right click and refresh. ادي حضرتك ظهر عندك الاسمين الجداد. زي ما عاك شاهد كده بالزبط. ادي هبة و نادية. يبقى احنا كده تأكدنا ان الكويري شغالة بشكل مظبوط. ولما هيجيلها data بنفس الترتيب. جوه الجدول بتاعنا. هتروح في مكانها بشكل صحيح مية في المية. لو حركة عندك office 365. وشغالة صغيرة يعني ايه يعني اديتها مش كتير. ومش متكررة ومحتاج تعملها بسرعة. فممكن تستخدم function حاجة زي rap rose تعمل بها نفس اللي عملنا ده بالزبط وبخطوة واحدة بس. تعال نجرب. هكتب equal وبعد كده rap rose. ده ده اختيار الثاني. اول طلب طلب مني هيسمها vector. الفيكتور ده يعني العمود او column. ممكن يكون كمان رو لكن فحة بتاعتنا هو عمود. فقادي العمود بتاعي اهو اللي موجود في الجدول اللي اسمه three columns. هاختار ال column من فوق. هيديني على طول الساهم الاسود ده one click. هيكتب لي هنا three columns اسم الجدول. وبعد كده data اسم العمود. ده اول طلب تمام. كما عايز مني الراب كاونت. معناها ايه? ان بعد كام ايتم ابدأ اعمل عمود جديد. نفس بالزبط الطلب بتاع ال page size اللي كان موجود في ال power query. ففي الحالة بتاعتنا هو التلاتة واقفر القوس وادوس انتر. فزي ما انت شايف بقى السامي كلها تحت بعض. الاي دي كله تحت بعضه. والنشناليتي كلها تحت بعض. فاضل بس احط هيدرز. ممكن هنا احط الهيدرز بادية مفيش مشكلة. عادي جدا. ادي نيم و ادي اي دي. اه بعد كده نشناليتي مفيش مشكلة. لكن في طريقة برضو زريفة ممكن نعملها. تعال اول نشوف لو انا عايز اخلي اكتب الثلاث اسامي دول جوه سيل واحدة. ويعمل سبيل للجنب. يعني تمتد القائمة تنسادل لليمين او في الكولومس. هعمل كده ازاي? هعمل اكل وابدأ اعمل وجوه الكري براكت. اعمل دبل كوت عشان حبدأ اكتب تكست. وهنا اقول ده والله النام واقفل الدبل كوت. وبعدين كاما اعمل دبل كوت تاني واقول والله ده الاي دي. واقفل دبل كوت. وبعدين كاما اخر حاجة النشناليتي. واقفل الدبل كوت واقفل كري براكت. وهدوس انتر. هتلاقي بقى عندي سبيلد اري. وهنا في سبيلد اري. عندي اتنين اري. واحدة طبعا بتنسادل اليمين او للكولومز وللروز ودي بتنسادل للكولومز بس. هل ممكن اخليهم كلهم يطلعوا من سال واحدة اه طبعا ممكن باستخدام فانكشن اسمها فيستاك. فيستاك دي وظيفتها تاخد اكتر من الري ونحطوهم تحت بعضها. وبمناسبة انا عندي سيريز كاملة بتتكلم على فانكشنز من النوع ده زي الفيستاك والاتش تاك وطبعا الفلتر وحاجات كتير زي كده. ممكن برضو هتلاقوا اللينك بتاعها فوق في السكين دلوقتي. تعال نجرب بقى فيستاك فانا هاخد الاري اللي موجودة فوق دي. هعمل وحاخد الاري دي كلها. وتعال برضو حتى نشيل اكول دي. وهقف هنا وقبل رابروز حبدأ اكتب فيستاك. ده اسم الفونكشن فيستاك. طالب مني ايه? اري وان اري تو ممكن ثري فور فايف وازي ما انت عايز. فادي له اري و اري و اري يحطهم تحت بعض او دي له جدول وجدول وجدول يحطهم لتحت بعض. الجدول الاول اللي هو ايه? اللي هو اللي احنا كوناه بادينا. اللي موجود فيه النام والادي والنشناليتي اس تاكست. وبعد كده كاما الجدول التاني اللي هو اللي خارج من رابروز اللي هو معتمد على الجدول اللي فيه الديتا اللي تحت بعض. واقفل اخر واقفل القوس بتاع وادوس انتر. فبقى عندك زي ما انت شايف كده اول سطر بقى فيه او عنوين الاعمدة. وبعد كده الديتا بتاعتك. ويبقى كده عملنا نفس الشغلانة لكن باستخدام الوركشيت فانكشن. وزي ما اتفقنا اذا كان الديتا مش كبيرة واذا كان الديتا شغلانة هتعملها على السريع. فما فيش مشكلة انك تعملها بحاجة سهلة زي رابروز. وتستخدم معها اتش تاك لو انت محتاج تحطهم كلهم في نفس السل. كده نكون وصلنا لهاتي الفيديو بتاع النهاردة. شكرا جدا لوقتوكو. اتمنى يكون كان مفيد. طبعا لعجب هالفيديو مش حاوصيك. اعمل لايك. واسب لي كومنت واشتراك في القناة. وممكن كمان تعمل شير للفيديو. واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.